نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم و الصلاة و السلام على النبي الأكرم مرحبا بمحبي القراءة و عاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شيخنا أهلا وسهلا حياك الله و بياك ولدي نرحب أعزائي و مشاهدين بأسئلتكم على رقم الواسع الذي يظهر لكم على الشاشة نأخذ شيخنا سؤال التفاعلي نعم سؤال التفاعلي يقول هل ترى حاجة إلى تكرار قراءة الكتب و متلك الحاجة؟ الحمد لله و صلاة و السلام على رسول الله و على لصحبه و الله أما بعد سؤالنا عن من جرب وكرر الكتاب هل فعلا رأى أن هناك حاجة لتكرار الكتاب أو لا؟ أو من كان يمنى نفسه بتكرار كتاب لماذا أراد يعني منى نفسه أو عزم على أن يكرر؟ ما هي البواعث على التكرار و الحاجة إليه؟ نحن نريد الآن مكامل الحاجات في الأنفس عند من رأى أن هناك حاجة لتكرار القراءة طبعا لاحظ عشان الإخوة يكونوا على بصيرة ليس سؤالنا عن المقررات الدراسية ولا عن المنهجية التي الأصل فيها التكرار هذه لا تدخل معنا في السؤال كلامنا عما يقرأه طالب العلم أو القارع عموما والباحث والمثقف أو أي مكان من كتاب ليس يدخل تحت هذه البنود و إذا به يرى أنه يحتاج إلى تكراره ما الباعث أو الحاجة أو الغرض لعجل هذا التكرار نريد مثل هذا البواعث إن شاء الله يظهر لنا شيء من الإفادات أخونا الحمد الأشوال يقول نعم بعض الكتب قد يستشك نحن أول شيء يقول نبدأ نعتذر للجمهور عشان السؤال اليوم التفاعلي حصل التأخر السؤال التفاعلي على تدارك المرات القادمة في إذن الله نعم إن شاء الله ونحن نعتذر للإخوة والمشاهدين لأن التأخر هذا سببه تقني صرف يعني ليس إلا و للعادة الأصل أن السؤال التفاعلي يبعث ويرسل بعد الظهر وبالكثير يعني العصر من نفس اليوم يوم السبت لكن حصل اليوم شيء يعني خلل تقني جعله ما يطلع إلا قبل هذا قبل برنابل بقليل نعم أخونا محمد الأشوال يقول نعم هناك حاجة بعض الكتب قد يستشكل فيها بعض العبارات من أول قراءة لا سيما لم يبتدئ وبعض الآخر مطول يحتاج إلى تكرار لإستخراج فوائده الموجودة خلف الألفاظ من تكرار القراءة قالوا بالجملة تكرار قراءة الكتب مفيدة أما اللي ذكره هو الآن تعني زال الله خير وهو مسألة أن بعض الكتب مطولة أصلاً لو القراءة الأولى تستخرج أشياء والقراءة ثانية تستخرج ثانية هذا صحيح أصلاً المطولات هي المشكلة في المطولات أن النفس لا تشجع على قراءة مرة أخرى مطولة ولذا حياناً في القراءة الأولى للمطولة تريد إخراج كل ما تحتاجه من بطون هذه الأمهات الطوال لماذا؟ لأن قد يصعب كثيراً عليك أن تقرأها مرة أخرى من جديد وإنما تقف على فوائده في كل مجلد هذا ممكن لكن إذا لاحظ الإنسان تطوره العلمي وهو عبارة عن الخلفية التراكمية بالنسبة له وسعة العلم يجعل بين القراءة الأولى وقراءة الثانية مدة زمنية هي آهل يعني يتأهل فيها علمياً هذا صحيح سيجد نفسه كأن القراءة الثانية كأنها أصلاً قراءة جديدة هو صحيح هذا صحيح ويقول أن بعضهم كنت تحتاج إلى تكرار هذا أيضاً صحيح لكن يبقى عادل ما يحتاج إليه أو لا تختلف بحسب طلاع الناس أبو محمد يقول هناك حاجة والحاجة حاناً تكون إيمانية وحاناً تأصيلية وحاناً القياس مدى تطور الفهم بعد فترة من التحصيل قالوا قد قالوا ما تكرر تقرر ومكرر وأحلى هو ما تكرر تقرر ترى الأصل فيه إن يتلقونه على مواد الدرس يعني أو ما يراد حفظه وتثبيته بالنسبة للتحصيل ترى هذه الأصل تقال في التحصيل العلمي أما في مسألة القراءة لأجل استخراج الفوائد وفهم أعمق لمرادات المؤلف في كتابه أو شراح في شروحاتهم فهذا الأصل فيه الخلفية العلمية يعني كلما ازداد إنسانه علماً وساعة في الباب كلما كان ذهنه وقاداً لاستنبطه استخراج الفوائد هذه صحيح لكن قبله يقول لحاناً تكون حاجة إيمانية وحاناً تأصيلية حاجة الإيمانية يعني شيء قصد يعني يعني مثلاً يقرأ مثلاً كتاب من داج الساركين يحتاج من فترة وفترة يعني يكرره يجدد إيمانه نحن دائم يعني 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 يتعاهد بعض الكتب لأجل تجديد الإيمان والأخلاق وشيء ممكن صحيح هذا كلام ممكن هذا باعث الآن نفسي هذا باعث نفسي حاجة تجديد الإيمان أو شيء من دائم صحيح أنا ذكرت قبل ذلك أن بعضهم يكرر قراءة الداء والدواء كلما ضعفت نفسه ومالت إلى استسهال المعاصي وشيء من ذلك يبدأ يرجع مرة ثانية يقرأ الداء والدواء لأن ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب أشبع الكلام على المعاصي وآثارها السلبي وشيء من ذلك فيبدأ يشحد إيمانه يعني يبدأ يقوي في قلبه مخافة الله والخوف من المعاصي وآثارها ويبدأ يرجع مرة ثانية هذا مثل الزاد الذي يتجدد يحتاج إلى تجديد لأجل أن يكون على بعد المحاذير الشرعي هذه نعم قال وحيانا تأصلي وحيانا القياس مدى تطور الفهم بعد فترة من التحصيل أي ممكن صحيح هذا مر معنا التعليق عليه نعم طيب نحن نتمنى الإخوة كمان يجدوا مشاركة بإذن الله وإن شاء الله ستأتينا التعاقبات لكن المعذر على التأخر لا قول أكثر نبدأ بسم الله هذا يا ولدي هذا بحث نفيس وصاحبه تعب عليه وقد جمع بين الناحية الأصولية والتاريخية والعلمية التي تقعد هذا الباب جاء إلى ما كتب في هذا الفن مما يتعلق بعلم الجدل والجدل معروف عند الإمة ولهذا أفرده حتى بالتصنيف من المتقدمين ولهم عدد من الكتب إلى المتأخرين ولهم عدد من الدراسات جمع ما وقع تحت يده من هذه الكتب المتقدمة ومن هذه الدراسات واطلع عليها كلها ثم هو بعد ذلك أراد أن يطبقها زمنيا وتاريخيا وأراد أن يحصر هذا العلم ونشأته وميزته وطريقته عند علماء المالكي لأنه هو مالك الباحث ثم هو جعله خاص بثلاثة قرون لأن هذه تلك القرون هي فترة انبعاث وتطور وازدهار هذا العلم عند المالكية في تلك البلد وخصته بالمدرسة العراقية خصوصا لأنها هي الباعثة والمنظرة لهذا العلم صاحبه وسمى بحثه منهج الجدل عند فقهاء المالكية ما بين القرنين الرابع والسادس الهجري من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ربيع العور وفقه الله باحث هذه لساته الدكتورة أخذ عليها امتياز امتياز مع مرتبة الشرف طبعا هو يقول مشرف جدا يعني عندهم في طريقتهم هناك في الجامعات صاحبه جاء قال أنه وجد أنه المدرسة المالكية هي قمة المدرسة المالكية بالعراق وجد أن المدرسة العراقية المالكية هي الأصل في في علم الجدل وتنظيره ووضع عصصه وأطره أصلا بدأ من القاضي إسحاق إسماعيل بن إسحاق ثم من بعده الباق اللاني وابن القصار وقاضي عبد الرهاب وهؤلاء الأربع كلهم كانوا قضاة في بغداد ولهذا نفعهم كانوا أهل العلم وأهل مؤصنفات وكتبوا في الباب وناظروا بحكم موجودا في بغداد حاضرة العلم أيام الخلافة العباسية وهؤلاء أصلا رحل إليهم المغاربة وكان عراسم القاضي أبو الوليد الباجي وهو أول من نقل هذا الفن والعلم إلى أهل المغرب منظر له وصنف فيه كتابا وقد حصل بعض هذه العلوم من بعض الأشياء ونقلها ثم تأثر به القاضي أبو بكر بن العربي ولهذا جاء إلى هؤلاء المدرسة العراقية وتكلم عنهم لكن حصل الكلام هو يقول لأنهم مصنفات عندنا بين يدينا ستستطيعنا استخرج منها ما يتعلق بقضايا ومباحث هذا الموضوع ومنهج الجدل عندنا حصل الكلام في أربعة ثنان مشارق وثنان مغاربة أما المشارق فهو أبو القصار والقاضي عبد الوهاب تلميذ ابن القصار تلميذهم وكلاهما لهما كتب مطبوعة خاصة عيون الأدلة الذي طبع وأخ أما القاضي عبد الوليد الباجي وبعده أبو بكر بن العربي ومصنفات معروفة وأبو الوليد الباجي له كتاب مستقل في الجدل سمى المنهاج في الجدل مشهور معروف مطبوع في مجلد وأبو بكر بن العربي كذلك جاء إلى هؤلاء الأربعة جعلهم محور الدراسة والاستقصاء والاستقرار لما عندهم من قضايا الجدل التأصيل التنظيري والتقعيد والتطبيقي أيضا وقرأ كتب هؤلاء كلها جماحها بين ذلك وقرأها واستقرار طالب طالب عمنا صحوا مثل هذه المشاريع اللي فيها جرد لمطولات أو جرد لمصنفات إمام لاستخراج ما عنده شيء من قواعد أصول أشياء معينة ممتازة لأن أصلك تعينك على جرد مطولات واستخراج وأشياء وتشحذ الذين في ذلك ثم بعد ذلك ترتب هذه المعلومات استخرج كل ما فيها ثم هي يقول عندنا نحن مثالك يقول عندنا أصلا عند المالكية كان عندهم المنهج الأثري والمنهج التعليلي والمنهج الجدلي ثلاث مناهج كانوا يتناول بها قضايا الفقه التطبيقية أما المنهج الأثري فعلى رأسي الحافظ بن عبد البر رحمه الله والكتابات في ذلك كثيرة وأما المنهج التعليلي فعلى رأسي أبي الرشد الحفيد والكتابات أيضا فيه كثيرة أيضا في هذا الباب أما المنهج الجدلي يقول ليس عندنا يوجد كتاب مستقل يبعث هذا المنهج عند المالكية خاصة إذا استحضر كلام ابن خلدون ابن خلدون يقول المالكية أهل أثر وليس لهم حظ في النظر يعني استبعدهم بالمرة هو يقول ليس كذلك الأمر المالكية العراقيون هم من أصول أخذوا منهج الجدل وسارة من أصول عرض المسائل الكبار ومجادلتهم للفرق وغير ذلك والطواف فجمع في هذا الكتاب الضخم جدا قرب 900 صفحة عنوانه منهج الجدل عند فقاء المالكية ما بين القرنين الرابع والسادس الهجينة يعني عند الرابع والخامس والسادس ليس أختار هذا القرن الثلاثة هي قمة العطاء والتأصيل والوهج لانتشار هذا المنهج بعد ذلك بدأت تقفض بعد ذلك طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور ربيع لعوة رفق الله في هذه الأمثال العلمية قسم أول ما بدأ يقدم بدأ بجانب الباب قسم ثلاث أبواب الباب الأول جعله جانب نظري تأصيلي لهذه القضية يعني أراد أن يؤصل ويؤطر موضوع علم الجدل فيبين في الباب الأول جعل بعنوان المعالم النظرية للمنهج الجدلي عند المالكية دعا تحته فصولا الفصل جعل فيه تكلف عن حقيقة الجدل وأنواعه ثم مشروعية الجدل الفقه وأثر ذلك وفوائده أيضا كذلك ثم عقد الفصل الثالث فيه آداب الجدل الفقهي وقسم لهذه آداب آداب نفسية وآداب علمية وآداب لفظية كل واحد النفسية عشرة والعلمية أبكي 12 وهذا 14 اللي بعدها وهذا الفصل الأول والغاقص للباب الأول باب نفيس 300 صفحة فيها عصارة ما حصله من قراءة كتب الجدل وفقه الله يعني يحتاج إليها كل باحث ودارس لمن أراد دراس هذا العلم ثم الباب الثاني والثالث المجالات التطبيقية عند فقهاء المالكية لأن الجدل عبارة عن عرض واعتراض عرض لأدلة المناظر والمحتج يعرض أدلته وثم يعترض على أدلة الخصوم فالباب الثاني جعله طرائقهم عند المالكية منهج الجدل عندهم في عرضهم في العرض يعني عرض أدلتهم هذا الباب الثاني منهج مالكية جدلي في العرض وقسمه إلى فصول الفصل الأول جعله في مواقع العرض جدلي في مدارس المالكية قسمه إلى عرض مدارس المدرسة العراقية المدرسة الاندلوسية المدرسة المغاربية المدرسة المصرية ثم بعد ذلك عوامل تأثير المدرسة البغدادية على بقية المدارس وذكر عرض من الأسباب وسببها الفصل الثاني المنهج المالكية في عرض المذاهب سواء كانت سنية وغير سنية وذكرها الفصل الثالث منهج عرض الأدلة عند المالكية المنهج عندهم في عرض الأدلة إذا احتجوا هم الباب الثالث في مسألة الاعتراض اعتراضهم على أدلة الخصوم وهي حين إذن سوف يقسم الفصول عندنا على الاستدلال بالكتاب بالسنة عند الخصوم بالإجماع بالقياس باقي الأدلة ولهذا قسموا إلى ثلاث فصول فصل أول في منهج الاعتراض عند المالكية على من استدلال بالكتاب طبعا كل اعتراض جعله في المبحث ويدرسه وينظر له ويأتي بعد ذلك من نماذج تطبيقية له ويأتي من كتب المطولة يستخرج كل مواقع تحت يدي الفصل الثاني منهج المالكية في الاعتراض على الاستدلال بالسنة والثالث منهج الاعتراض عنده بالقياس والرابع جعله لبقية الأدلة الإجماع وقول الصحابي والاستصحاب وبقية الأدلة الكتاب ضخم جدا وحافل وفقه الله وقد أحسن في استخلاص ما عليه ليبين مناهج الجدل عند العلماء ويبين كطريقتهم في العبد أو طريقتهم في الاعتراض وفقه الله الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدار الدار المختبس هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى وهي تتعلق في موضوع يجمع بين الناحية الأصولية والناحية الحديثية الفقهية الموضوع عندنا الناحية الأصولية الناحية النهي أو المناهي الشرعية الواردة وخص البحث فيها بسنن أبي داود وجاء واستقرأ سنن أبي داود وأخرج كل المناهي المتعلقة في بابين من الأبواب الكبرى باب الأحوال الشخصية وأبواب الحدود وجعلها محل الدراسة ليرى هل هذه النواهي الموجودة في هذه الأدلة الشرعية في العحديث النبوية هل هي المرادات النهي هل هي للتحريم صرفا ولا للكراهة ولا لأغراض أخرى وسمى بحثه المناهي في الأحوال الشخصية والحدود في سنن أبي داود دراسة فقهية مقارنة هو الآن لن يبحث المادة من جهة حديثية ولهذا لن يسترسل في قضية الأسانيد عند أبي داود ولا غيرها يكتفي بعرض الحديث الأمر الثاني لن يتعرض من ناحية الأصولية أبدا قال هذا لها مبحث آخر هو فقط يريد أن يجمع ما ورد من المناهي فيها في هذا الباب من الناحية الفقهية سيدرس النهي وإفادة النهي على ماذا يدل إذا كان للنهي من قال بالنهي من أهل العلم إذا كان الكراهة من قال به ثم الخلاف ويرجح ويعرض الأدلة بهذه الطريقة أخونا الحبيب دين تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جميل علي رسول السورجي وفقه الله قدم بمقدمة فيها تردمة أبي داود ثم تكلم عن سنن أبي داود ثم تكلم عن النهي عند الأصوليين وهذه هي القضايا التمهيدية اللي هي معروفة عند كل باحث دائما نقول في مثل هذا فصل التمهيدي ثم بعد ذلك بدأ يقسم الفصول بحسب العناوين يعني فصل خاصة للمناهي الواردة في مسألة النكاح والخطبة وما يتعلق بها تحت عرض من الباحث فصل فيما يتعلق بالطلاق والخلع وفصل فيما يتعلق ببقية الموضوعات الأحوال شوف لاحظها معي إن شاء الله يبقى للإخوة شوف مثلا هذا التعامل بين الزوجين هذا فصل شوف ما يتعلق في أبواب المهر والخلع والطلاق والنسب شوف كذلك طبعا الأبحاث كلها عبارة عن الموضوعات الدالة عليها الأحاديث لاحظ رحي الفصل المناهي الخامس عندنا ما يتعلق بالحدود ثم ما يتعلق بعد ذلك هذا طبعا الحدود وقبلها سلامك الله ما يتعلق بالأنكح المنهي عنها ثم المناهي في المهر وهكذا فالمقصود أن بقية فصول الكتاب ما هو إلا ترتيب للمسائل المطلوقة في البحث بناء على المناهي التي استخرجها من كلا البابين الأحوال الشخصية والحدود الكتاب من إصدارات دار المقتبس في مجلد ضخم وفقهم الله هذا أيضا بحث أصولي آخر وهو صاحبه قد أراد به أن يدرس قضية واحدة فقط وهي القرائن والصوارف للنهي عن حقيقته الآن يقول عندنا الأصل المعروف عند جمهور الفقه والأصولين أن النهي يقتضي التحريم طيب هذا النهي إذا ورد ما هي صيغه ما هي أساليبه في الشرع ثم ما هي الصوارف له عن ذلك وجاء طبعا وقف مع الجمهور وقفه ووقف مع الحنفية لأنهم يفرقون بين الكراهة التنزيهية بين الكراهة التحريمية والفوارق بينها لكن هو أراد بهذا الكتاب أصلا التطبيقات الفقهية ليخرج عليها كيف أن العلماء صرفوا النواهي الواردة في النصوص إلى قضايا أخرى ما هي الصوارف المعتبرة والقرائن اللي اعتدوا بها عند الفقهاء لأجل صرف النهي عن التحريم وسمى بحثه صوارف النهي عن موجبه موجب هو التحريم ما هي الصوارف هو رضي يجمعها الصوارف شوف بقية العنوان وتطبيقاتها الفقهية الكتاب في الأصالة دراسة فقهية للمسائل التي ورد فيها نهي في الشرع والفقهاء خلصوا إلى قرائن وصوارف عن التحريم الكتاب من تعليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور ياسر مصطفى يوسف وفقه الله طبعا قدم بمقدمة اللي هو يحتاج إليها يعني لإدامة نحن نقول عنها موضوع النهي والتعريف به وما يحتاجه له في هذا الباب لأنه النهي دراسة ودراسة أساليب النهي وحقيقته وبيان على ماذا يدل النهي أحيانا ما تطلب معي سبحان الله نروح هذا المباشرة إلى الفهرس لأنه الأخوة يطالبون بالفهرس كثيرا الفصل الأول جعله مثل التأصيل أول التنظيل لموضوع النهي وتعريفه وأصل دلالته وأساليبه وصيغه وشيء من ذلك وشيء من ذلك الفصل الثاني أصل دلالة النهي في مختلف المذاهب وحينئذن بدأ يتكلم عن مسألة النهي هذه الفصل الثانيب في تعريف الصارف والقرينة دعينها دخلنا في ما يحتاج إليه بصلب الكتاب وهي الصوارف والقرائن والفرق بينها واعتبارها عند الفقهاء والأصوليين وغيرهم والمراد بها ذكر أركان القرينة وشروطها ووظائف القرينة وصفات القرينة وأثر ذلك المصطلحات ذات الصلة بالقرينة ونوعية دلالة القرينة وهك بهذا الطريق الفصل الرابع أقسام القرائن وأشكالها عند الأصولين كما ترون وتحتها مبحثين مبحث أول أقسامه عند القدام الأصولين وأقسامه عند متأخر الأصولين هو لاحظ فوارق بين المتقدمين ومتأخرين الفصل الخامس ما يتعلق في فرق بين الصارف والقرينة ثم خلاف المذاهب في إعماله في إعمال الصوارف وإعمال القرينة هو فرق بينها أيضا الفصل السارس عندنا ما يتعلق في صوارف في صوارف النهي وآثار في صرفه عن أصله وبدأ يتكلم صرفها إلى الإباحة إلى الدعاء إلى الإرشاد إلى التوبيخ أرد كثير كل صارف منها مصر في مبعث خاص أو مطلب خاص وخلص إلى 24 من المطالب عندنا أكثر ولا أكثر 25 ثم بعد ذلك دراسة في مباحث النهي عموما اللي قال يحتاج إليها هل هي النهي هل يقتضي الفساد ولا البطلان ولا لا يقتضيه وبعض هذه المسائل والفروع مترتبة على ذلك النفي القبول والإزاء والنهي وتوافر الاستعلاء وشاء من القضايا قال مما يحتاج إليها وأبواب التروق وفق الله الكتاب من أصدارات دار المقتبس هذا سلمك الله أيضا ما زلنا في الأبحاث الأصولية هذا بحث آخر وهو بحث قديم في الحقيقة لأنه صاحبه أخذه متقدما يمكن أن يعني 1411 تقريبا وهو ما يتعلق بأحد الأحكام التكليفية المشهورة عند أهل العلم الأحكام عند أهل العلم التكليفية نوعان الأحكام الشرعية نوعان أحكام تكليفية وضعية ولهذا في المقدمة ذكر الحكم الشرعي وتعريفاته ثم ذكر التقسيمات الحكم التكليفي والوضعي وتكلم عن كله وهذا الباب التمهيدي ثم جعل الكلام تفصيلا عن مسائل الواجب وما يتعلق بها ما يتعلق بها من كل النواحي من نواحي التقعيد والتنظير والتقسيم وتقسيماته باعتبارات مختلفة جدا والواجب والأدلة عليه وما يدل عليه وصيغه وأساليبه وجمع كله في هذا البحث وهي رسالة علمية وسمها الواجب عند علماء الأصول وأثره الفقهي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور محمد الحسن مصطفى البغى وفقه الله والكتاب أصلا جعله على كما يظهر إن شاء الله للإخوة جعله وقسمه إلى بابين باب أول أظن إن شاء الله أنه بابين إن شاء الله أنه ما تهت بإذن الله لأنه جعل الأول باب تقسيم جاب باب تأصيلين لكل البحث غير المقدمة التي هي التعريفية شوال باب الأول تعريف الواجب ومتعلقاته يعني كل متعلاقاته وعلاقته بغيره وتحته فصلا عرب الواجب لغة واصطلاحة ثم هل الفرق بينه وبين الفرض والخلاب المعروف بين الجمهور وغيرهم وأنواع الواجب وشيء من ذلك وما يتعلق وتقسيمات الواجب وشيء من ذلك الآن جاء إلى ما يتعلق بالباب الثاني اللي هو الجانب التطبيقي هذا الجاء الباب الثاني شوفت له الباب الثاني هذا أقسامه الواجب وأثره الفقهي وهذا تحته أربع فصول قسمها باعتبارات مختلفة فمثلا جعل الفصل الأول في موضوع الواجب المطلق والمقيد لأنه باعتبار الوقت يختلف إلى مطلق ومقيد وتحت طبعا مباحث كل مبحث مثلا يأتي إلى الواجب المطلق يعرف به والمراد به وحكمه ثم يأتي بالفروع الفقهية تحت مسائل المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الثالثة كيف كان أثر الواجب المقيد في أخذ القول بها بعدها الواجب المسع هكذا حتى ينتهي بعد ذلك إلى الفصل الثاني تقسيم الواجب بحسب أداء المطلوب إلى واجب معين ومخير وذكر كذلك قسمي إلى مبحثين واحد المخير واحد وتحتها تعريف بها وحكمه ثم المسائل التطبيقية تنتهي تحتها والفصل الثالث كذلك تقسيم الواجب إلى محدد وغير محدد وعندنا الرابع والأخير من الفصول اللي هو تقسيم الواجب من حيث عين المكلف إلى واجب عيني وكفائي وتحته المسائل وهم الأطول مباحث أو مطالب الكتاب وفقه الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله هذا سلامك الله أيضا موضوع يتعلق بالواجب ولكن يتعلق بفعل المكلف مع الواجب الأصل في الوجوب أنه على الفور يعني المبادر هذا الأصل طيب هل يجوز تأخير الواجب ولا لا يجوز هذا المسألة مسألة التأخير نفسها تختلف ما بين تأخير الواجب أو الواجب المضيق والواجب الموسع وما بين الواجب المعين والواجب غير المطلق وبهذه الطريقة فالتأخير ليس له حكم واحد بالنسبة لكل الواجبات بل هو يختلف باختلاف الصور عندنا وعرض من الاعتبارات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس خالد الشبيب أراد أن يجمع مسألة التأخير أن يدرس مسألة التأخير وعلاقتها بالواجب وكيف يكون الحكم سمى بحثه التأخير في المؤقت والمطلق عن الوقت في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية دراسة تأصيلية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس خالد الشبيب وفقه الله طبعا قدم بالمقدمة التي هي المعروفة الفصل التمهيدي جعله خاص بيّن معنى التأخير لغة مصطلاحا ولا فاضات الصلة لها علاقة بهذا الباب ثم بعد ذلك في الأمر بالواجب وشيء من ذلك وهذا أذن مبحث معروف ثم بعد ذلك قسم بحثه شوف كل الاعتبار لأننا سيختلف عندنا الاعتبار التأخير كل التأخير من واجب مطلق من أنواع باختلاف أنواعه شوف هذا جانب التطبيق الباب الأول التأخير كما يرى إن شاء الله إخوة التأخير في الواجب المقيد بوقت وحينئذ يعرف الواجب المقيد بوقت ويذكر أقسامه ثم بعد ذلك يذكر ما حكم التأخير في كل شيء ويذكر صور وتطبيقات لها ثم يبدأ بعد ثاني يشتراط النية عدم التأخير أو لا والعقوبة كل واحد يحكم تأخيره والعقوبة المترتبة على الدنيويا وأخرويا إلى أن يصل الفصل الثاني التأخير فيما له وقت موسع ويذكر بعد ذلك الوقت الموسع ثم بعد ذلك يأتي إلى التأخير عقوبة الواجب المسع وتأخيره ويأتي بنمادج الباب الثاني التأخير في الواجب المطلق الواجب المطلق الذي ليس له وقت معين شوف ليس له وقته يعني هو مقيد بالعمر بالعمر ويبدأ بعد ذلك يتكلم عن ما مثل الحج مثلا والعمر التي في العمر مرة حكم تأخيرة الدنيوية وما ترتب عليه وعقوبة المؤخر لذلك وهكذا قس على باقي المسائل بهذه الطريقة فالكتاب أصلا قسم إلى بابين باب يتعلق بحكم تأخير ما هو واجب مؤقت والثاني ما هو موسع وفقه الله والكتاب مجلد ضخم من أسبوع الدار المقدس نستاذي لك شيخنا فاصل نعم فاصل عزاما ومشاهدين نعود إليكم بإذن الله نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب الثقة والشعور بالذات تحسين خلايا المخ إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى مجدد ترحب بكم شيخنا أهلا وسهلا حياكم الله نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي على الفيس السؤال التفاعلي يقول هل ترى حاجة إلى تكرار قراءة الكتب وما تلك الحاجة نعم هذا أخونا الحسن با كريم يقول تكرار قراءة نفس الكتاب يرسخ الفهم التركيزي والإدراك المنطقي أي تمام نحن لحين نتكلم هو لحين نتكلم الحاجة يعني يقول أنه التكرار يرسخ صحيح هذا فوائد التكرار نحن كلامنا هل يحتاجوا إليه ولا لا وما الباعث يعني هو الأصل نحن نريد الأسباب التي تجعل الناس يكررون بعض الكتب هذا القصد يعني ونور الهدى تقول نعم بس ما ذكر أسباب بس الله يعطي العافية عبدالله مراكشي يقول يعني هو أصلا حتى يعني أصلا إطلاق الجواب بنعم لنه كل كتاب يكرر ليس كله وهذا هو الحاصل أن الناس لا تكرر أكثر الكتب هذا الحاصل والعمر لا يسع أصلا تكارب الكتب يعني الجواب بلا أقرب من نعم عبدالله مراكشي يقول يقول من فائد التكرار تثبيت موضع الفائدة هذا يكرتني بالأسئلة اللي يجاوب بلا أو نعم يعني بس تقول لا أو هو نعم تروح يقول من فائد التكرار تثبيت موضع الفائدة وستدراك ما فات العقلة تحصيله أول قراءة صحيح صحيح بس برضو الإخوة شو ما ركزوا ما هي الباعث الشخصي لهم هم على عارة التكرار إن كان لو حصل أن هناك ما كرروا من الكتب ما الباعث الذي كان الغرض منه للتكرار يعني يعني غير بعض الإفادات اللهم الله خير لمن سبقوا واللهم الله خير خلاص نواصل يعني نواصل بارك الله فيك سلامك الله هذا أيضا رسالة علمية صاحب واخرنا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور محمد تيشير عبد العال أراد أن يأتي إلى أحد الموضوعات الأصولية التي اشتهر بها الحنفية أصلا لكثرة إعمالهم لهذا الأصل وهو الاستحسان في فروحهم التطبيقية أو فروحهم الفقهية وهو أصلا يقول يعني أصلا قد قرأ كتاب الهداية وهو كتاب عظيم للعلام المرغناني قد قرأه على على شيخ الحنفية وعالمهم المتأخرة على الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمة الله عليه قرأه كاملا وعرف ما فيه خبايا وقد كان علم من العلماء المعاصرين يعتبرون رحمة الله عليه الذي هو شيخ عبد الرزاق الحلبي قال قرأ عليه هذا الكتاب وقرأ عليه كتب أخرى أيضا فرأى أن هناك حاجة أن العلام المرغناني كان في كتابه الهداية يستدل بالاستحسان على بعض المسائل التي ذكر الفروعية وهي قرابة 70 مسألة مما استخرجوا في هذا الكتاب وهي من أول الكتاب إلى باب السلام استخرج 70 مسألة في هذا الكتاب ثم بعد ذلك أراد أن يدرس قضية الاستحسان عند المرغناني وعند الحنفي عموما وسمى البحث الاستحسان وتطبيقاته الفقهية عند الحنفية في كتاب الهداية للإمام المرغناني رحمة الله عليه المتوفى عام 593 الهجرة رحمة الله عليه جاء إلى كتاب الهداية وجرده كاملا واستخرج 70 مسألة بناها العلام المرغناني على الاستحسان استدل بها بالاستحسان واستخرج وجعلها هي محل البحث التطبيقي عندنا لكن قدم أول شيء قدم بالأصل اللي هو الجانب التأصيلي أو التنظيري المقدمات التمهيدية المعروفة في الأبحاث فقدم أولا بالتعريف من المراد اللي هو الباب الأول جعله وهو جاء باب تمهيدي عرّب بي المرغناني من هو حياته تفاصيل الترديم المعروفة لكن عقد مبحثا مثلا طبقة من غناني وأثرهم في الفقه وهذا مبحث ممتاز عنابه ثم أثر كتاب الهداية وذكر عدد من شروحه ومن خرجه وشيء من ذلك ثم تكلم عن الاستحسان في فصل الثاني وحقيقته وصورته وركز على معتمد الحنفية عندهم وتصويرهم له لأنهم يجعلونه أصم الأصول ثم بعد ذلك الباب الثاني الذي بعده إنما هو جانب دراسة تطبيقية للمسائل المستخرجة من كتاب الهداية وهي جانب الدراسة قسمت تحتها إلى أربعة فصول الفصول عبارة عن تبويب للمسائل لا قالوا أكثر يعني السجلال المسائل الفقهية تعتمد فيها على الإحسان في أبواب العبادات ويذكر تحت مباحث ثم أبواب ما يتعلق بالنكاح والطلاق ثم الحدود ثم بقية البيون وهكذا يعني الباقي ما هو إلا تقسيم وطريقته أن يذكر المسألة التي هي محل البحث مثال هذا مثال يعني مثلا هذا مثل الأستحسان في النكاح المسألة الأولى يذكر لك المسألة الأولى التي عنده يقول ولاية التجويف كذا يصورها لك ينقل لك قال صاحبه ينقلها بلفظه ماذا قال الصاحبه هداية ثم يذكر لك خلاف الفقهة فيها ثم يذكر لك ابتنا شوف وجه الاستحسان القول العنفية الذي بنوها عن الاستحسان ما هو؟ ووجه الاستحسان الذي استحسنوه بعد ذلك ثم بعد ذلك يقارن هو بعد ذلك باب مقارنة بين هذه ويرجع الراجح وهذا بهذه الطريقة ينضي دراسته للمذاهب أو لهذه المسائل السبعين وفق الله الكتاب من صدرات دار المقتبس هذا أيضا بحث أصولي آخر في أحد كتب الحنفية المهمة والمتأخرة والمطولة عند العلماء وهو معرف حاشة بن عبدين العلام محمد دمين بن عبدين إمام حلبي من أئمة الحنفية المتأخرين معروف صاحب الحاشة السيارة التي سار يرجع عليه ويعتمد قوله فيها عند الحنفية المتأخرين هو جاء إلى كتاب الحسكفي لهو الدر المختار وشرحه بحاشية هذه وعلق التعليقات معرفة وهو قد كان يملك مكتب عظيم جدا فتسعت علومه ومكتبه بقاياها بعضها إلى الآن موجود في حلب المقصود أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد سعيد محمد عارث الهرشلي وفقه الله في رسالة العلمية هذه أراد أن يستخرج من كلام العلماء بن عبدين في شرحه لكتاب الدر المختار الحسكفي أن يستخرج القواعد الأصولية التي بنوا عليها فروع فقهية البنى عليها ابن عبدين فروع فقهية وهو يأتي إلى القواعد جرد الكتاب واستخرج منه ما يلي ما نص على أنه قاعدة أو فعله يدل على أنه ابتنى على هذه القاعدة ولو لم ينص لكن فعل يدل على الابتناء ثم بعد ذلك بعد أن يقرر القاعدة ويبين معناها عند ابن عبدين يعني يستدل لها بكلام ابن عبدين فإن لم يأتي بكلام الحنفية ويستدل لها ويبين ثم يبدأ يسوق تحتها المسائل التي جمعها من الكتاب تحت هذه القاعدة يعني هذه القاعدة تريدها سيارة عند ابن عبدين في عرض من المسائل يقول لك الفرع الأول الفرع الثاني الفرع الثالث بهذه الطريقة يسوق المسائل ووجه ابتناها تحت القاعدة وهي من كتب التخريج الفروع على الأصول وسمى بحثه القواعد الأصولية والفروع المخرجة عليها من خلال كتاب رد المحتار هذا ابن عبدين رد المحتار على الدر المحتار هذا اللحظك فيه فرد الحياة لبن عبدين المتوفى عام 1252 الهجرة رحمة الله عليه الكتاب بدأه بترجمة للحسكة فيه وبيان كتابه الدر المختار ثم بعد ذلك ترجمة لبن عبدين وبيان لكتابه رد المختار لوحشة بن عبدين ثم بعد ذلك بدأ ببين تخلم عن مسألة تخريج الفروع على الأصول وبيان القواعد الأصولية وابتناء الفروع عليها وشيء من ذلك الكلام المعروف عند العلماء والأصوليين في ذلك وشيء من ذلك ثم بعد ذلك التقسيم اللي هو التطبيقات جعل التطبيقات كما ترى جعل مبحثا في التخريجات الفقهية على القواعد الخاصة بالكتاب يسوق العلم القواعد ويذكر المسائل المندرية تحتها القواعد المتعلقة بالسنة المشتركة بين الكتاب والسنة ويذكرها وغالي بالمشتركة يتعلق بقضايا الألفاظ المطلق والمقيد والعموم والخصوص والأمر والنهي وكل هذا ما يتعلق مشترك بالكتاب والسنة القواعد الفقهية متخرجة على الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها وذكرها كل واحد مبحث ثم ما يتعلق من القواعد المتخرجة على الاجتهاد وقضايا الترجيح والتعارض وهكذا ونصوص الكتاب وطريقته يراحض إن شاء الله يبالي للإخوة أنه إذا قرر القاعدة عندنا يسوق تحت الفروعة سوقا أهم شيء أنه يذكر مثالها هذا مثلا ما يتعلق بالقاعدة التي قررها في العام والخاص بعد ذلك يقرر شوفها يذكر الفرع الأول هذا الفرع الثاني مما ذكره بن عبدين وهكذا ويبتني وجهه ابتنائها على تحت القاعدة الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المختبس وفقهم الله هذا سلمك الله إذا رسالة علمية صاحبها يقول أنه من المآسي التي نواجهها اليوم أن كثير من أوقاف المتقدمين تعطلت بسبب عدم مراعاة مقاصد الوقف نفسها مع الوقوف على لفظ الواقف وهم أصلا أول ما يستندون إليها القاعدة المشهورة عند الفقهاء وهو أن يقولون شرط الواقف كنص الشارع ولهذا يجد النبار لا تحزح له عن شرطه ويقفون عنده ولو تعطل الوقف قال فبني على هذا أشياء كثيرة من خراب الأوقاف وعدم الانتفاع بعيانها ولا حتى بمواردها وتعطلت وذهبت كثير منها سببها الجمود على هذا مع عدم مراعاة مقاصد الشارع من الوقف لأن من مقاصد الشارع من هذا الوقف ديمومة الانتفاع بالأعيان وهذا يفيد وحينئذن إذا انتفع من ثمراتها وفوائدها والمسبلة فإن النفع يعود على الوقف نفسه لدوام الأجر له وعلى الموقف عليه وهم حينئذن متفعون من هذه الوقف هو أراد أن يذكر أن البعد المقاصدي مهم في مراعاة في الأبواب والوقف ثم بحثه البعد المقاصدي للوقف في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاشي وفقه الله المقدمات المعروفة تعريف المقاصد والوقف وهمية الوقف في الإسلام وأنا والله نقول شكتك الودي كنت أتكلم في السيارة نقول لك أننا سبحان الله كثير من الأبحاث إذا ما هو غالبها يعني فيها رتابة مملة والسبب ترى الإلزام المنهجي الذي يلزم بها الباحث أن يعرف حتى المعروف يعني يجي يعرف الوقف من جديد تعريف الوقف مبثوث في كل مكانه معروف ويعرف المقاصد ويتطرق إلى مدارس المقاصد أشياء يعني ما يحتاج إليها المقصود لكن هو الحاصل هذا ثم قسم كتابه إلى بابين الباب الأول جعله جانب تنظيري وتقعيد وتأصيل للباب وهو عبارة سماه الباب الأولى الطار النظري وهو عبارة عن استخراج وبيان أهمية المقاصد في موضوع الوقف الآن وقسمه إلى فصول فصل في مقاصد الوقف عموما الشارع ماذا يريد من هذا المقاصد وجعل هذا الفصل الأول وتحتهم مباحث ثم بعد ذلك فعقل فصلا في اعتبار المقاصد في لجوم الوقف الملكية والاستحقاق وما يتعلق بالناظر وأنواع الوقف هذا الفصل الثالث عندنا ما يتعلق بشروط الواقفين وقضايا المناقلة والاستبدال ومراعاة المقاصد فيها هذا الباب الأول نظري التطبيقي هذا هو الإطار العملي وهو أراد أن يبين آثار اعتبار المقاصد في الوقف وبين آثار الدعوية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية وكل واحدة يجعلها في فصول وبين آثارها المهمة وهو وفقه الله يقول أنه وقف على دراسات معاصرة كثيرة جدا مع وقوفه على أبحاث ومقالات وقضايا في منازعات الأوقاف المعاصرة وكيف آل أمورها في تعطيلها عن مثل خدمة هذه الجهات وذكر كثير من قضايا المعاصرة يحترم معاصر مهم جدا وفقه الله كتاب مطبوع في مجلد ضخم من أصدار الدار المقتبس هذا سلمك الله أيضا بحث مطول صاحبه أراد أن يستخرج ثلاث جوانب الآن يقول هو المصارف الإسلامية يقول وليدة النشأة قريبة النهوض وهي الأصل فيها أنها لسحب البساط من المصارف بعض نسميها التجارية بعض نسميها التقليدية أي مكان المصارف الربوية المصارف الإسلامية ما جاءت إلا لسبيل إيجاد البديل الشرعي لأهل الإسلام لأجل أن يتخلصوا من الربا ومشاكل العاملات المحرمة العقود المحرمة في المصارف الربوية لكن يقول كثير من من درس هذه النحية المصارف الإسلامية درسها من الناحية الفقهية الناحية الفقهية قال هذا عندنا أبحاث كثيرة في الباب قل من يتطرق إلى الجانب الاقتصادي وأثره والجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي ودور المصارف الإسلامية في تنمية هذه الثلاثة الجوانب فكرس بحثه لإظهار وإبراز هذه الجانب في هذا البحث الضخم الذي سماه كفاءة المصارف الإسلامية يشوف يتكلم عن كفاءة وأنها كفء لذلك اقتصادياً كفاءته اقتصادياً وأخلاقياً واجتماعياً وموافقتها للمعايير الدولية من تأليف أخيرنا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور صفوان وحيد شعبان وفقه الله وقد أثنى عليه جماعة من أهل العلم في المقدمة وشيء من ذلك الكتاب الحقيقة أحد المبادرات التي يشكر عليها صاحبها وانطلاقه من الغيرة على مسألة المصارف الإسلامية وما ينبغي أن تكون عليه وما هي عليه حقيقة يعني بدأ الباب الأول وهو جانب تعريفي بالمصارف والركائز والأسوش التي تعتمد عليها والمصارف الإسلامية وعرف بها وعرف بالربا الباب الثاني الكفاءة الاقتصادية عند المصارف الإسلامية عرفها ومقوماتها والركائز التي تقوم عليها والآثار المتبتبة على ذلك وتحت طبعا عرض من المباحث تحت المبحثان ثم بعد ذلك تجعل الباب الثالث أو الرابع عندنا ما يتعلق الباب الثالث بالكفاءة الاقتصادية المصارف الإسلامية وتقويم من خلال المربحية وعقود المبادلات والرابع كفاءتها الأخلاقية والاجتماعية والتطرق إلى هذا الباب وقد يكون من أوائل من توسع في الباب وفقه الله طبعا مما ميزه ميدانية فذهب إلى بعض البنوك والمصارف وعنده عدد من المقارنات خلص إليها وجاءت بعد الجداول وفقه الله شو هذه بعض العقود أتى بها وقارنها شو هذا إن شاء الله هذا مثال إن شاء الله يبقى معنا هذا مثال شو هذا هذا أحد المقارنات التي تخرج بها والجداول لأجل معرفة إسهاماتها الأخلاقية والاجتماعية في بناء المجتمع الكتاب مجلض ضخم من دار المقتبس وفقهم الله هذا أيضا رسالة علمية أخرى ساد دكتوراه صاحبتها متحمسة جدا للقضية أصلا القضية هي البرمجة العصبية المشهورة الدورات التي تقام وما صنف من الكتب كثيرة جدا هي تقول إنها من يوم عمرها في الثانوي سن صغير كانت محبة لهذا النوع من العلم حضرت دورات كثيرة جدا واستمعت وقرأت وشاهدت أشياء والتقت بعض المدربين إلى وصل الدكتوراه فكانت شغوفة أصلا أن تكتب عن هذا البحث لكن هي شغوفة أن تكتب عن هذه المسألة وهي باندفاع يعني هي متحمسة إلى القول بالجواز هي تقول وجدت الناس لا تقسام منهم من يمنع مطلقا لأجل الابتناع على الأصول الفسافية وما فيه من قضايا الحادية وقضايا مخالفة العقيدة وشي من ذلك ومنهم من يجهز مطلقا بالاعتبار لأي شيء آخر قال هناك فريق تقول هي فريق وسط يقول بالجواز والانتفاع به مع استبدال الأشياء الخطأ بالأشياء الشرعية وشي من ذلك طبعا هي تمل لفرقة الثالثة هذه وهي كتبت بهذا النفس أصلا طبعا العنوان عنوان البحث البرمجة اللغوية العصبية دراسة تأصيلية الكتاب ترى فيه تأصيل القضية وتعبت عليه تسعمين صفحة تقريبا هي تقول ما تركت مقال ولا بحث ولا كتب إلا وأخذت وطلعت عليه ثم هي نفسها لما خرصت لنتائج معينة طبعا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة فتحية العربي سليماني وفق الله باحثة جزائرية جاءت إلى بعد ذلك هي نفسها حضرت دورات وحضرت إلى مدربين غربيين ومسلمين وعرط عليهم النتائج وعرط عليهم إشكالات وأشياء معينة وقرأت وخلصت إلى هذا نتيجة البحث إلى هذه الطريقة خاص إلى الجواز والاستفادة منها وشيء من ذلك وواضح أنها متحمسة للقضية يعني حماسة جعلها يعني جعلها تجيب وعن كل ما اعترض به على الجواز تماما يعني طبعا هو أكبر إشكالية في البحث حقيقة وهذا مما ينبغي عدم ملاحلته وعدم إهماله أصلا أنها قالت بصريح العبارة قالت أنه بغض النظر عن الأصول الفلسفية الإلحادية التي بنيت عليها البنون العصبية فإننا ننظر كيف بغض النظر هي أصلا بنيت على مثل هذه الأصول الفلسفية وهي تقر هي أصلا تقر أنها بنيت على أصول الفلسفية الحادية لكنها يقول نقطعها عن أصولها ولا أستفيد من الباقي بهذه الطريقة بل هي بالغت بالغت إلى أنها تطالب الوزارات بأنها تجعل من ضمن برامج التربية والتعليم إدخالها كمقررات يعني وتدريب الطلبة على البرمجة اللغية العصبية من الحماسة الزائدة الله أعطيها العافية طبعا الكتاب هي قدمت تكلمت في المقدمة عن وهذا شيء مهم للدخول الشريعة أصلا الإسلام يستفيد من العقليات والتجارب والأبحاث والأعمال التي يأتي بها الغير لأن الغير هذا مشترك إنساني وأشياء من قضية جعلت الباب الأول تكلمت عن الباب الأول عن حقيقة البرمجة اللغية العصبية جعلته بابا أرادت به أصلا بيان ناحية النظرية جعلت تحته ثلاث فصول ذكرت ما هي البرمجة العصبية ثم فرضيات البرمجة ثم تقنيات البرمجة العصبية وثلاث فولت تكلم عنها وأطالت النفس ثم جاءت بعد ذلك ووفقها الله وجعلت الباب الثاني إنما هو تأصيل للباب الأول تأصيل لقضايا البرمجة العصبية وتأصيل للتقنيات وتأصيل للفرضيات تلاحظ هذا هو الباب الثاني التأصيل للبرمجة العصبية والتأصيل هذا أخذ منها ثلثي البحث وكلها طبعا قالت إن أكثر من قارب المنع إنما لم يحسن التصور يعني ما حسن التصور تماما للمسألة أو اعترضته بعض الشبهات وشيء من ذلك وهي أراد تزيح كل الشبهات حتى يخلص الله الجواز ووفقها الله والكتاب الحقيقة يعني يحتاج إليه من ناحية معرفة القول بالجواز والكتاب ضخم جدا قلت لك في 900 صباحة تقريبا لكن هذا الملحظ مهم جدا الذي ذكرته قبل قليل الكتاب من إصدارات داب المقتبس شيخنا عرضنا برناني بعض الكتب التي تتبنى الرأي الآخر مثل وصول الفلسفية في طول الداد دكتورة ثورية السيف عرضنا عرضنا الكتب في هذا الباب وأبحاث ما بين أبحاث سعودية وأبحاث عراقية وغيرها في هذا الباب ومن تكلمه وذكرت بعض البحاثة العرضانية ذكرتها ترى إنها من ظن أصولها لكن جعلتها محل نقاش أصلا مناقشة وأنهم لم يحسنوا التصور أو استدلالتهم فيها أو شيء من ذلك يعني تكلمت بهذه وقال لك هي أصلا مدفعة لأنها من الثانوي ما شاء الله هي متشبعة بالفكرة فهي ما وصلت دكتوراه إلا و أرادت كذا وفقها الله عرض المموانية تقول هي لما جات إلى ذكرت من قال ذكرت مجموعة منهم من قال بالجواز مطلقا ومن قال بالتفصيل على ما ذكرنا قبل قليل هذا إذا الرسالة علمية صاحبه ابتناها أصلا على يقول هي عنوانها شو أخذنا العنوان حكم من لم تبلغهم الدعوة دراسة تأصيلية تحليلية طبعا يقول هذه القضايا من كثر الكلام حولها وهي قضايا مهمة لأن مسألة من لم تبلغهم الدعوة هي فرع عن مسألة أهل الفترة هل أهل الفترة موجودون حقيقة أو لا وكلام أهل العلم والأدلة الأدلة والدة في أهل الفترة من لم تبلغهم الدعوة يلحقون به إذا كانوا يلحقون ما الشروط لإلحاقهم ما صور إلحاق كلام أهل العلم في ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر علاص الجابر وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد أن يجمع الآثار والنصوص وقواعد أهل العلم المتعلقة بهذا الباب ويخرج عليها المسائل المعاصرة فيما يتعلق بهذا الباب وسمى بحثه حكم من لم تبلغهم الدعوة دراسة تأصيلية تحليلية بدأ أول ما بدأ بالفصل قال فصله مهم وهو ما يتعلق بالدعوة والدعوة أهمية الدعوة ومناهج الدعوة ومفهوم الدعوة وأهم قضاياها وعقد فيها مبحث وهو المهم مشكلات تبليغ الدعوة لأنه هي من لم تبلغ الدعوة ما المشكلات التي تواجهها الدعوة في طريق إيصالها للناس ذكر عددا من المطاب تحتها الفصل الثاني عقد في من لم تبلغهم الدعوة من هم حقيقتهم تعريفهم ما المراد بهم أنواعهم أقسامهم لكن عرّج مهم جدا على معنى تبلغ الدعوة ومن مراد تبلغ الدعوة والأفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة وعقد لها مطلب وشيء من ذلك وهذه كل المباحث تتعلق كل بال الدعوة من لم تبلغه الدعوة ثم الفصل الثالث عندنا حكم من لم تبلغه الدعوة ودعا فيها أربعة مباحث لأنه ذكر فيها أصول يعتمد عليها مثلا الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع ثم مسألة العذر بالجهل وقيام الحجة والكلام عنها وحكم أهل الفترة من لم تبلغهم والملحقين بهم ثم ما يترتبوا على ذلك وعظوا الظروف المحاطة بهم والكتاب مثلا غريب أنا أستغرطني شيء واحد وهو أن الكتاب مشكول من أول إلى آخره والكتاب لا يحتاج إلى تشكيل عن البحث لكن ثم بعد أن انتهى جعل للكتاب أو للبحث ملحقين الملحق الأول جعله بالكتب والرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملحق الأول أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأكاسرة وغيرهم هذا الملحق فجمعها لأن مخاطرة أولئك القوم الثاني الملحق الثاني واضح أن أخونا في الله ما شاء الله عليه شاعر نظم رسالة كاملة في 266 بيتا بخلاصة ومباحثها ومطالبها ودلتها هذا نظم كامل للرسالة وفقه الله الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس لعله لم يسبق إلى هذا شيخ هذه فكرة يظم رسالة علمية نظام الله خير جميل جدا هذا إظهار بعض الإبداعات نظام الله خير وفقه الله هذا أيضا رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور عبد المنعم فارس سقا أراد أن يبين الآن يقول مسألة تصرف الإنسان في أعضائه ما بين أخذ وعطاء ولا في قرارات مجمعية يفرق بين حسن في حال الحياة أو في حال الموت إذا أوصى بذلك أشياء قضايا هو أراد أن يبحث هذا المسألة من جديد وجعل لها عنوان سمى سلطة الإنسان في التصرف بأعضائه في الفقه الإسلامي والقانون من تأليف أخينا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور عبد المنعم فارس سقا وفقه الله طبعا بدأ أول ما بدأ على مسألة الجسد الإنسان وجسمه وهمية هذا في الفصل التمهيدي في الشريعة والقانون وكيف كرم الله بني آدم وشمد ذلك ثم ذهب إلى مسألة الرعاية الصحية يعني كما قلنا المقدمات أحيانا بعض المقدمات لا يحتاج لها لأجل أنها معروفة أو غيره يقوم بها ثم وجعل الفصل الأول في حق التصرف بالعضاء وجعل تحته ثلاث أبحاث مباحث الحق ونشوء أنواع الحقوق المتعلقة بجسم الإنسان قواعد رد الأمر إلى قواعد في التصرف بعد ذلك يتعلق بسألة في أنواع التصرف التصرف حال الحياة التصرف بعد الممات في الوصية بها شوف التفصل الثاني التصرف بالعضاء حال الحياة تحت عدد من المباحث لن يفرقون العضاء اللي جلد بها التصرف أو لا المبادلة سواء كانت هبة أو مقايلة أو بيعا وكل نوع حكمه وهكا بالطريقة يقسم أنواع الفصل الثالث الوصية يعني هذا بعد الموت إذا أوصى بكامل أعضائي وأشياء من ذلك وعرج على بعض المسائل وفقه الله المناسب الكتاب من أصدر الدار المختبس هذا سلمك الله أيضا بحث أو رسالة علمية صاحبه وأراد بالذات الوقوف عند هذه القضية هو يقول هناك تساهل في هذا الباب وهو أنه في جانب طبي كثير يأتون إلى مسألة ما يسموهم بالضرورة الطبية فيستبيحون محظورات والغطاء يسر الشريعة وسماحة الشريعة يقول هذا ضرورة والشريعة سمحة ويزجاوزون فأراد أن يعود على هذه القضية ويقعدها مع دراسة أهم المستجدات في الباب سمه نظرية الضرورة الطبية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة من التعليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ديب وفقه الله طبعا عرج أول الكلام عرج على القضايا التي يحتاج إليها في تأصيل موضوع الضرورة والضرورة ما المراد بها والقضايا الطبية وفصل تمهيدي يتعلق كله بالعنوان ثم لما انتهى من العنوان لما انتهى من العنوان جعل بعد ذلك الفصل تمهيدي المدخل جعل الفصل الأول خاص للتأصيل الشرعي بقضيطة الضرورة الطبية ذكر أهم المصطلحات في هذلك شروط الضرورة الطبية أركانها موانعها ما العلاقة بينه وبعض الفاظ الفصل الثاني ما هو إلا دراسة لأهم المستجدات عندنا من المسائل التي لم يسبق دراستها وهذا حسن جميل وملحظ يشكر علي صاحبنا أنه ما أعاد دراسة ما سبق دراسته من المسائل المستجدة في الضرورات الطبية وذكر ستة مسائل يقول الدراسة فيها قليلة أو غير معبة وجعل كل واحد منها في مبحث مثلا العلاج الوراثي العلاج الوراثي اسقاط الجنين المشوى رطق البكارة الرحم المستعجرة وهذه القضايا ستة كل واحد منها من هذه الضرورات أو من هذه الصور يأتي بها ويصورها ويبين حكمها ثم يذكر وجه ابتناء الضرورة عند من قال بجوازي أو لأجل الضرورة ويفصلوا ويأتي بالقرارات المجمعية وما أقول في ذلك الباب الكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله أزاكم الله خير شيخنا على هذا عرضي ماتع وشكو موصول لكم أعزائي المشاهدين نلقاكم في حلقتين قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقو إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقو إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال